ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله ما أترى رعب وهلع المواطنين الذين سارعوا إلى إبلاغ المصالح الأمنية والسلطة المحلية وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا في النازلة بعد معاينة جثة الشاب التي تم نقلها إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية اشتركوا في القناة